اشتركوا في القناة هذي شغلة وايد ناس تتأذى منها او انه ممكن ما تعرف تسويها فان شاء الله هالفيديوات اللي راح تنزل راح تفيدكم بهالشي اه بهالفيديو راح نشوف شلون نمسح البيانات جهاز الايفون او الايباد طريقة وايد سهلة حق الجهازين اثنين هم نفس الشي فراح نشوفها على الايفون وممكن تطبقونها على الايباد والطريقة وايد سهلة في طرق كثيرة لكن الاضمن والاسرع في حفظ البيانات وارجعها في الجهاز مرة ثانية هي طريقة الباك اوب او النسخ الاحتياطية عن طريق الايكلاود او الايتونز انا عن نفسي افضل انكم تستخدمون الايتونز لانه اسرع واضمن وما يحتاج وقت وايد لما ترجع البيانات على الجهاز مرة ثانية مو نفس الايكلاود في البداية راح نوصل الجهاز بالايتونز بعد ما يتعرف الجهاز على التليفون او الايباد نضغط على كلمة store ونفعل الحساب على الجهاز راح تحط حسابك اللي انت تستخدمه حق البرامج على الكمبيوتر بعدها نضغط على كلمة file بعدها devices ونختار transfer purchases او نقل المشتريات عشان تنقل كل التطبيقات اللي بالجهاز حق الكمبيوتر والتخزن عندك بالكمبيوتر بعدها نضغط على كلمة backup في صفحة الجهاز وننتظر لغاية ما يتم نقل وتخزين البيانات على الكمبيوتر بشكل كامل وتطلع لنا علامة apple بالنهاية تأكد قبل كل هذا ان يكون عندك بالكمبيوتر مساحة كافية عشان تخزن النسخ الاحتياطية على حسب حجم جهازك يعني مثلا انت مستخدم 50 جيجا من سعة الاستخدام اللي عندك من جهازك ل64 جيجا على الاقل خلي يكون عندك بالكمبيوتر 55 جيجا فاضية عشان تقدر تخزن على الكمبيوتر بعد ما نخلص من ال backup بشذيل iPhone والiPad راح يكون عندنا جاهز لعملية الفورمات او مسح التليفون بشكل كامل بعدها راح تدخل بالiPhone او l-iPad على اعدادات بعدها l-iCloud واذا كان شغال معاك توقف خدمة find my iPhone عشان تقدر تمسح البيانات من الجهاز ولما يشتغل ما يطلب منك حساب l-iCloud للتفعيل واذا كنت بتبيع الجهاز عشان الشخص اللي بيشتري منك ما يتوهق وانه يقعد يدور والله الجهاز هذا طلع لي l-iCloud للشخص الفلاني وانا ما عارفه وتوهق الريال وانت اردي بايعه او انت بتعطيحك شخص ثاني فعشان تلغي الشي هذا طفل find my iPhone وشغلة مهمة اذا كنت ناسي او مشغل خدمة find my iPhone وناسي الرقم السري اتصل على ابل الارقام راح حطهم تحت والدسكريبشن حقي للمناطق او الدول العربية اتصل عليهم عشان تحل الموضوع معاهم ويقدرون يساعدونك شلون تسوي reset حق او اعادة تعيين الكلمة السرية حق حسابك بالiCloud شغلة وايد مهمة اذا كان للناس اللي يستخدمون الجيل بريك من برنامج الايتونز اضغط على كلمة restore وهالعملية راح تمسح اللي بالجهاز بالكامل وبهالطريقة نكون خلصنا من اول خطوة من خطوات الفورمات حق الناس اللي عندهم جيل بريك اذا كان جهازك ما في جيل بريك ممكن تسوي نفس الطريقة بالايتونز ان انت توصله وتضغط على restore وراح يمسح كل الشي بالجهاز ويسوي له restore او انك تدخل على الاعدادات بعدها عام بعد ما تطفي find my iphone تدخل على الاعدادات عام بعدها اعادة تعيين بعدين تختار مسح جميع البيانات والملفات تحط الرقم السري للجهاز وتنتظر لغاية ما ينتهي من عملية الفورمات بعد ما يشتغل الجهاز بعد ما سويت له فورمات جرب انقل اي ملف موجود عندك بالكمبيوتر على التليفون يكون حجمه اثنين غيقة واحد ونص يعني يكون حجمه كبير مو مهم عندك بالكمبيوتر فيلم غنية وتبر اللي موجود عندك بس ان حجمه يكون كبير بعدها ادخل على الكاميرا هذه الطريقة راح تطول ولكن راح يكون عندك امان ان انت تضمن ان البيانات ملوتك ما راح تريد تدخل على الكاميرا وصور فيديو لمدة ساعة شغل الكاميرا فيديو ساعة خلي التليفون يولي واصل على الشحن وخلي يصور وهده راح يطلع حجم الملف تقريبا من ستة لثمانية غيقة اذا كنت قاعد تصور في اله دي فراح يطلع من ستة لثمانية غيقة بعدها امسح الفيديو ورجع كرر نفس الخطوة مرتين ثلاث مرات تصور ساعة اكثر من مرة مرتين بعدها ترجع تسوي نفس الاشياء اللي سويناها تدخل على اعدادات بعدين عام بعدين عادة تعيين وتختار مسح جميع البيانات والملفات بجذي راح تكون متطمن ان اللي بيابي يرجع بياناتك اللي المسحت اول مرة مستحيل يقدر يردها لانه انت مسحت البيانات اكثر من مرة طبعا هالخطوات ممكن تكون مو ضرورية ان انت تكررها اكثر مرة لانه بالاساس نظام ابل بالنسبة حق الايفون والايباد الجهاز نفسه يشفر كل البيانات اللي تتخزن عليه فلما تحذفها نسبة ترجيعها او انت ترجعها مرة ثانية تكون وايد ضئيلة لكن ما يظر ان انت تتبع هالخطوات عشان تكون متطمن اكثر ان انت الجهاز ما راح يردون البيانات اللي موجودة فيه الفيديو الياي ان شاء الله راح نشوف شلون راح نمسح البيانات من اجهزة الماك تابعونا الفيديو الياي والفيديوهات الياي راح يكون فيها اشياء ثانية ولا تنسون اللي عنده اي سؤال او استفسار انا ان شاء الله موجود بتويتر احسابي مثل ما هم بيين عندكم ان تويتر ولا تنسون تسوون سبسكرايب على الشانل لايك او ديس لايك على الفيديوهات واللي ما شاف الفيديو اللي فات يشوفه شلون تختار الجهاز المناسب تابعونا يعطيكم الفعافية على المتابعة وشكر لكم متابعتكم طمع الله اشتركوا في القناة